أهلا سهلا فيكم مع المعطفور فن وهلأ جايب لكم موضوع من أهم الموضية يلي بنحله بالأمسات ما رح تسدوا هيده الطريقة شو رح تساعدني بحل كتير من الأسئلة أي سؤال اللي بيجيني فيه إكسبراشن والإجابات فيهم إكسبراشن تتذكروا طريقة اللي كنا نعمل لزمانة نعود رقم بالسؤال ونعود نفس الرقم بالإجابات ونشوف أي واحد ماتشنج هلأ ما في دايلة لألا تعالوا فرجيكم شو ممكن نعمل هلأ مثلا لديكم هاد السؤال عم بلي شو الإكسبراشن 3-x-1-x-2 وعطينا أربع إجابات بد نشوف أي واحد من اللي تحت إكسبراشن لهيدا الإكسبراشن اللي عندي إياه بالسؤال أفسد طريقة ممكن نعملها خاصة معنا دازموس شوف شو رح نعمل رح نكتب الإكسبراشن إكزاكلي متل ما هو طلعكي 3- وبنعمل فراكشن x-1 على x-2 تبه هلأ هيدا الطريقة بدكن تتعودوا على الفراكشن بما أنه بدأ أكتب x-1 على x-2 رأى أفتح براكت وحط x-1 سكر براكت وأعمل divide لاحظوا كيف طلعت معي x-1 divide by أنا عندي هون x-1 نرجع لورا ومنشيل المينس ونحط بدلة plus منشيل المينس ومنحط بدلة plus يلا ومنرجع لهون ننزل لتحت touch تحت بطلع عندي x-2 بحط x-2 ألاحظ طلع عندي الجراف لهيدا الإكسبراشن بيجي لتحت وبرسم الجراف لهودي الإكسبراشن تانية وبشوف أي واحد منهم عب ينطبق على هيدا الجراف exactly الجراف ما لازم يكونوا مفصولين عن بعض لازم يكونوا منطبقين exactly على بعض هلأ بتشوفوا كيف لاحظوا منكتب هلأ بنكتب أول واحد 2 plus 1 over x-2 هيدا 2 plus مثل ما اتفقنا 1 لأنه 1 divided by بعمل 1 وبعمل divide خلص نزل الإكسبراشن تاني تحت 1 فبيطلع عندي x-2 تحت هيدا x-2 لاحظ الجراف الأزرق والأخضر بينين أنهم مفصلين عن بعض معناتها هيدا ما بدنا هي لك كيف كنت عملوا فينا ننسحوا أو فينا نخليه بس لاحظوا منغير الأرقام شوف الأرقام التانية 2 minus 3 over x-2 فبنجي منقول 2 نعمل back minus وفوق الدي في عندي 3 هاي منشيلة ونحط 3 over x-2 أو غلطت فيها 2 لازم نحط minus عن هاي minus 2 minus 3 على x-2 لاحظوا منطبئين عن بعض ما قادرين نتميزون عن بعض لكن نمسح الأزرق نشغله نمسح الأزرق نمسح الأخضر نحط الأزرق نحط الأخضر فلاحظوا الأخضر ما بين يعني كيف ما عملت زومين زوم إن وزوم آوت ما رح يبين لغراف إنه فيه فرق بينهاتهم فإذا هاو دي 2 غراف منطبئين على بعض متى choices التانية بكونوا غلط بس تعال نجسموا نتنشوف يلا عندي 1 minus 3 over x-2 هاي دي 3 divided by x-2 لاحظوا الفروقات اللي عم فرجيكيون لاحظوا إنه فيه فرق بين لغراف لاحظين لغراف الأول لغراف الثاني غير عن بعض ونفس الشي بتطبق على choice الرابع فيكن طبقوا وشوفوا الفروقات اللي بينهم وبتقرروا فنحنا هلأ قررنا إنه مين اللي بدي يكونوا الفنكشن زيالي متى البعض اللي هو 2 minus 3 over x-2 هو الإكويفلان لمن 3 minus x plus 1 over x-2 هاي دا عرفتنا الإيديا لاحظوا هلأ رح نعمل إكزامبل تاني بس إنشان تفهموا الإيديا أكتر وأكتر يلا ليش عم بيالي هون عم بيالي هون عم بيالي identify and equivalent expression to the one shown below كمان يعطيني هون radical 9x-radical x وعطيني choices هلأ فينا نعملها بطريقة العادية 9 تطلع برى الradical وتطلع 3 3 radical x minus radical x يعني minus 1 radical x يعني بيعطيني 2 radical x معنى التشويس الأول اللي هو صح بس خلينا نشوفها كيف نطبعها بالغراف لاحظ radical هاي دي radical 9x ونطلع لبرى الradical مروح ياما بيسهم على اليمين أو مروح touch نعمل touch على outside radical minus radical x لاحظ طلع عندي الغراف الأول ونجي هلأ بنعمل الغراف الثانين دعنا نعمل تاني choice 2x radical 3 هاي دي 2x radical 3 فلاحظوا طلع عندي الفيجر اللي بلو غير الفيجر الأحمر أبدا أبدا ما بيطبعوا على بعض معنى هاي دي choice غلط منشيره بنجي للتاني بنعمل 2 radical x بالأريا التاني 2 radical x لاحظ طلع عندي الأخضر منطبق exactلي على الأحمر فلو طفيناه لاحظ بنطفي منضوي بنلاحظ أنه منطبقين على بعض لو رح تعمل zoom in و zoom out بتلاحظوا أنه الأحمر مش مبين ليش لأنه الأخضر فوقه exactلي بنعمل home و بنرجع للفيجر متل ما كان ولو رسمته التانيين رح يطلع نفس اللي هاي دا نشوف تالت واحد تالت choice 3 radical x minus radical x هاي دا ما نقول هون مثلا 3 radical x هاي دا بتصور يمكن رحيت لنفس الجواب minus radical radical x ها كمان طلع فوقهم معنى هون فينا نقول identify an equivalent expression معنى هاي دا السؤال في إلو more than one choice فإزا أكيد زاعدينكم هيك سؤال مثلا بيكون إلي لكم identify all the expression that are equivalent to the expression above يعني منختار choice الأول منختار choice التالت فلاحظوا كيف نطبقوا على بعض هاي بتثبت لكم لأنه expression يلي بيكون equivalent بدو يطلع exactly نفس الشيب منطبئ على الغراعاف طيب دعا نعمل بعض سؤال مشانا نأكد الفعاية دي أكتر وأكتر ومسح هيدا يلا هون شو عام بيلي عام بيلي عام بيلي بنا نشيك بيني أي واحد منهم ثلاثة مع بعض مثل ما اتفعنا بنعمل بس رح نعمل بدون equal to zero هالمرة يلا تعني رسم اكس كيوب اكس to the power لاحظوا منحط اي تو باور بي أنا عام بركزكم على الايداس شو أنتعرفوا الكيز يلي عندي يوم بالدازموس شو بيعني اي تو باور بي لما بدي حط باور غير عن لو بدي اي سكوارد كنت كبست اي سكوارد مباشرة هون إنما بدي اي تو باور شو منعمل منحط اي تو باور بي ومنحط باور هاي أول واحدة نرجع بعدها منحط نتبهوا هلا ليك وين الكورسر عم تضو تطفي فوق لازم ننزل على اليمين منروح على اليمين أو لو ما كانت فوق بتعمل تتش بالكورسر هيك على يمين فبتنزل الكورسر الى تحت هلا بنجي بنعمل شفتوا كيف ضغركة بس اي تو لايش لأنه اكس سكوارد هون عندي بعدين بلوس فور اكس خليه نشوف كيف طالع بتاع نعمل زوم وزوم نعمل زوم بيين عندي الغراف هلا بنجي ل واحدة منهم لما بنعمل فاكترينج للي فوق في واحدة او اتنين او تلات اتنين يمكن بيزبطوا بيطلع نفس الشكل او هن اللي بنستخدمون لنعمل فاكترينج بنجي بنرسمهم اذا رسمتهم بيبين عندي للي فوق يعني نبلش وينجي وينجي نسكر البراكت بنرجي نعمل بلاس يلا 4 x 3 هي 4 x минus 3 وسكننا البراكت كتبنا صح صح يمكن اللي فوق فيها غلط هنشوف اكسي كيوب minus 3 x squared plus 4 x هيدي الغلطة اللي هون شفتنا بس ثبتت الفوق يلاحظوا مع الطابقين فوق بعض لاحظ الاسود والاحمر كان بالاول يعطينا الون اسود بعدها تعالنا الاحمر بتاني شوف الاحمر ازغرطيني شيلنا الاحمر ge brown لاحظوا كيف عم يجيو فوق بعض معنية هذه كمعن التaż بطر done هنا اول طرح صحية Is dari choice صحية انتظرتين летit wheel يلا منيجي لهون فوقه مباشر يعني خبيل الفجر التاني شوف لهم الزوم انه زوم اوت تلاحظوا انه ما عم بشوف الا الفجر الازرق هذا شو بيعني هذا بيعني انه الفجر زي اللي عم برسمهم عم بيطلعوا منطابعين معناتها انه كمان يعني هو كمان يعتبر تعال نشوف التالتة سكرنا نفتح لاحظوا شو عم ببين عندي هون هيدا الفجر الاخضر مش منطبق مع الفجر الازرق ولا مع الاحمر ولا مع الاسود فلاحظوا يعني مش عم بيطابق مع هون هذا بيعني انه هيدا يعني بيعتبر هيدا هيدا الانسور وما بنختاره فشو بنختار نختار وهيك بحل كل الاسئلة يلي فيها السؤال فيه والاجابات فيهم وهيك شو بيصير معي بعرف ضغري عن طريق شو هو السوليوشن صاح وان شاء الله تكون عجبتكم هاي الطريقة وهيك فيني اقول انه وصلت الاخر الفيديو واذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وهلا وسهلا فيكم مع المعذفور فن وإلى هلا ترجمة نانسي قنقر